رد فعل الناس إيه؟ الناس ارتبطت بإيه أكتر في المسلسل؟ أنت أكيد كنت بتتابع ردود الفعل الردود الأفعال أولاً بس عايز أقولك لأنه إحنا على الشاشة أنا كمان كان عاجبني حالة البهجة التصوير والألوان والحالة يعني إديته حالة من الطاقة الإيجابية والبهجة كمان بشكل جديد هقول لك حاجة 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 أنا شفتها النهاردة وأصدرت فيها جدا 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 يعني رسالة فيديو بنت صغيرة عندها 8 سنين من غزة بعثتها الأكرم وبتقول له إحنا الحرب بتعبانة وأرفانة لكن أنا الوقت اللي بشوف فيه بابا جاي بانسى ويلات الحرب وبتقول له أنا بابا لما معاه فلوس حاجة أشوفك في مصر بصت مش قادر أقول لك قد إيه أنا حسيت بقيمة اللي أنا عملته لا وقيمة أن أنت بالطبطب على قلوب صغيرة وعلى اللي أنا مش قادر أقول لك أنا حسيت بشكل يعني جدا يعني أنا طول عمري بحس يعني يعني إيه حاس بقيمة اللي أنا بعمله يعني حاس بقيمة الكتابة وحاس بقيمة اللي أنا بتقي ربنا في الدائمة في اللي أنا بكتبه بس أنا أول مرة حس إنها مباشرة قوي كده وتغبطني فراسي وفي قلبي لمنظر ده ووسط الحد عايش في ويلات النار أنا حسيت إن أنا الكام ديئة اللي أنا بكتبها دي بتخرجوا من اللي هو فيه ده علشان يبتسم أنا مش قادر لك أنا كنت حاسب إيه بس عايز أقول لك هو ده تأثير الدراما المصري عشان كده لما بنتكلم على الدراما المصرية إحنا مش متكلم على دراما بنزعها لأهلينا كده على قدنا قفلين على بلدنا وإحنا بنشوفها لا دراما بتسافر بره الحدود والفكرة عموما ما بتبقاش يعني ملك لصاحبها أول ما بتم تنفذها الفكرة بتسافر في كل مكان أنا عندنا صاروة اسمها اللغة العربية طبع اللي هي بالناس بتشوفها من المحيط للخليج دي صاروة كبيرة جدا طبع ونحط بقى جنبها استأذنك أنا اللحجة المصرية لأن اللحجة المصرية بقى يعني بتوصل لكل أهلينا في دولنا العربية بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر